أحمد ديار عماد متعب خالد رفع شريف صالح في الربطة وجوه جديدة على إدارة الكرة المصرية والإدارة الكاملة ده بيخلي ناس تقول أن رياح التغيير بدأت تهب على اتحاد الكرة وأن عصر هانا بوريدا ورجاله اقترب من الانتهاء هل الكلام ده صح؟ هو ممكن يبقى صح لو نجحوا ولو حق حصل عكس النجاح لأ ده هتبقى النهاية رجالة هانا بوريدا هتسيبهم؟ يعني إيه رجالة هانا بوريدا؟ الناس اللي موجودين مين يعني لا معهم مين لا أنا معلش قول لي زي مين لا أنا ما أقولش قول لي زي مين لا أنت حردك عارفه لا صدقني مش زي ما أنت متخيل الدنيا بتتغير الدنيا بتتغير ما في ناس يقول لك كرم صديق هانا بوريدا آه هاني صحبي ما أقولش حاجة لكن إحنا قعدنا على الترابيزة مختلفين أكتر من نص الدورة اللي فاتت أقول حضرتك مختلفين لأن أنا في حاجات أنا مقتنع بياه هو مش مقتنع بياه هو العكس صحيح فالناس يعني إيه الظروف بتتغير الظروف بتتغير محدش يقدر يفضل متحكم في كل حاجة صعب لكن تيجي تقول لي أصد رجالة هانا بوريدا ورجانة فين رجالة هانا بوريدا رجالة هانا بوريدا فين مثلا في الدورة الأفريقية بتاعة 2019 ماشي؟ في اللجانة المنظمة وهو كان رئيس اللجنة فين؟ فيش غير أحمد مجاهد بس فين بقيت الرجالة؟ محمد فضل مين اللي كان مختار علش محمد فضل كان ترشيح هانا بوريدا ما اختلفناش ترشيح لكن هل هو بقى من رجالة هانا بوريدا دلوقتي؟ هل هو دلوقتي هانا بوريدا لو نزل محمد فضل يوف معاه؟ أو غير محمد فضل؟ لا مع أصل كلمة رجالة دي يعني يبقى فيها نوع من الانتماء ونوع من التوحض نوع من الأفكار تكون نفسها مش هو اللي بيختار الأجهزة الفنية للمنتخبات لغاية دلوقتي؟ ليه؟ يعني هو أختار أنا بقولك كلام اللي بيتقال بس أنا عارز أقولك حاجة بس عشان الناس برضو لازم يمكن في حاجات تغيب عن الناس شوية هو عتفتكر أن أحمد مجاهد بيرجع لهاني في كل حاجة الكلام ده غير صحيح ده اللي أنا شايفه ده اللي أنا شايفه يعني أحمد مجاهد هو اللي بياخد قرارات من نفسه؟ حاجات كتير وهاني بيعرف زيه وزيكه لا سعر في حاجات كتير زيه وزينا صعب أه لا أنا بتتكلم الراجل عضو التحده دي معلش حتى هايستشير يعني أنا هقولك حاجة أنا فاكيرها كويس قوي اللي هم المنتخبين اللي تم تكوينهم من كذا شهر أوله وحمد مجاه اللي هو محمود جابر ومحمود جابر هاني ماكنش يعرف حاجة دي ماشي حاجات صغيرة برضي لا بالصغيرة بالصغيرة لكن كيروش لكن كيروش إن شوي غريب كيروش لو أحمد لو أحمد مرجعش الهاني أنا ما عرفش أوريجا أو لا لكن لو مرجعش الهاني يبقى غلطاه هو هل كيروش فعلا كان هو الاختيار لتدريب المنتخب وقته بطولة أمم أفريقيا وحزم إمام سافر علشان يتفاوض معاه ثم فوجي إن المجلس تعاقد مع أجري هل الكرامله صح؟ لا هو حزم فعلا كان حصله تفويد من هاني إن هو يروح إن هو يعني يبقى مسؤول على انتقاء المدير الفني ما عرفش بقى يعني أنا برضو يعني الزكرة مش حاضر معي قوي لو كان كيروش كان حازم عنده المفروض إن هو اللي يتعقد هو فوجي فعلا بأجري هو داله التفويد هو داله التفويد بالمفاوضات لكن مش بالتعقد يعني ما عرف إنت إيه ده اللي حصل إن بص ده نفس اللي كان بيعملوك كابتن سمير رزاهر الله يرحمه طبعا بقى لك إزاي الله يرحمه لكن أجري مدرد كويس لكن هذا الكرة أخطأ بالتعاقد مع أجري وإن هو ما تعاقدش مع مدرد بعلامي لا بس هقولك حاجة هو في حاجة حصلت بعد ما كيروش جاه كنت أتمنى إن أجري لو كان عملها كنا ممكن إن إحنا دلوقتي يكون عندنا منتخب قوي إن هو أجري لما جيه ابتدى ابتدى يدي فرصة لعدد من اللاعبين الناشئين